بالله الرحمن الرحيم أبنائنا طلاب مدارس على الدين الخاصة أهلا بكم مع درس المراجعة النهائية للصف الثاني الثانوي لمادة التاريخ ننتقل إلى الدرس الثالث وهو دعائم بناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة السؤال ما هي أحوال المجتمع في المدينة قبل الهجرة النبوي هنقول تشكل المجتمع في المدينة من العرب من الأوس والخزرق واليهود ومرت العلاقة بين العرب واليهود بمرحلتين مرحلة الأولى مرحلة الوفاق قبل هجرة الأوس والخزرق من اليمن إلى يسر حالة الثانية حالة عداء بعد هجرة الأوس والخزرق وازدهار أحوالهم الاقتصادية بدأ اليهود يشعرون بالخطر فقامت الحروب بينهما ومن أشهر الحروب حرب يوم بعاس ولم ينقذهم سوى النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الحرب سؤال آخر ما هي دعائم بناء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة أولا المسجد وتعددت أدواره في الدولة الإسلامية فكان مكانا للصلاة والعبادة مدرسة يتعلم فيها المسلمين أمور دينهم ملتقى للمسلمين لتحقيق القلفة والوحدة مأوى للصحابة المهاجرين من المدينة مركز لإدارة شؤون الدولة السياسية ثانيا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تعددت أسباب أولا أسباب نفسية ووجدانية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج حنين المهاجرين لمكة ويحببهم في سكن المدينة وذلك بتأصيل العلاقة بينهما بين الأنصار وهم أهل المدينة والمهاجرين القادمين من مكة أسباب اقتصادية وهي أن خبرة أهل يسرب كانت الزراعة وخبرة المهاجرين كانت التجارة فأراد النبي بالمؤاخاة إزالة هذه العقبة الاقتصادية هناك أسباب اجتماعية حيث كانت علاقة المهاجرين بالمجتمع الجديد حديثة فقد تركوا أموالهم وأهليهم وأصحابهم بمكة فأحسوا بالغربة والوحشة فأراد النبي أن يذيل هذا الإحساس عن طريق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار طب ما النتائج المترتبة على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار واحد تقوية الجبهة الداخلية وبناء المجتمع متكامل ومترابط يقوم على الحب والإثار إنهاء العصبية القابلية وجمع الناس على أساس العقيدة ووحدة الأمة مواساة الأنصار للمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصر الدين الله استطاع النبي لذلك أن يقيم مجتمع جديد يقوم على الحب والإثار سؤال آخر الدعامة الثالثة إصدار الصحيفة وهي وصيقة المدينة طب إيه الهدف منها تنظيم العلاقات من كافة أفراد المجتمع فيعرف كل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات حتى يعيش الكل في وطن واحد يتساوى فيه الجميع دون أن يكون لأحد أفضلية على أحد كما أرثت مبدأ التعايش السلمي مع الآخر الآخر اللي هم أصحاب الديانات الأخرى وأقصد هنا اليهود بشكل يسمح للأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية طيب دعم الأخيرة بعد بناء الاقتصادي وبناء الجيش قام النبي صلى الله عليه وسلم بحياء الأراضي وتوزحها على الصحابة اهتم بالرأي أنشأ سوء للمدينة وهو سوء المناخة ثم بدأ في تكوين الجيش معتمدا على القادة العظام أمسال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وارضاه ننتقل إلى درس آخر وهو ما هي الأخطار التي واجهت المسلمين في المدينة أولا الأخطار الداخلية وتنقسم إلى المنافقون واليهود المنافقين كان زعيمهم عبد الله بن سلول طب ما هي أسليب المنافقين من أجل القضاء على الدولة الإسلامية ومحاولة شق الصف الإسلام عن طريق أنهم بعد هزيمة المسلمين يوم أحد بدأ المنافقون يطالبون بالعودة إلى دينهم والاتصال بكريش وطلب العفو منهم ثم محاولة الوقيعة ما بين الأنصار والمهاجرين طب إيه؟ الأسليب الأخرى نشر الشائعات والافتراغات والافتراء على السيدة عائشة رضي الله عنها بمعرف بحادثة الإفك أي تعرضوا لسيدة عائشة وبراءها الله سبحانه وتعالى في صورة التوبة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم وهنا نزلت في صورة التوبة براءة السيدة عائشة أيضا بناء مسجد درار وهذا المسجد من أجل التآمر والتحريض على المسلمين فأمر النبي بإزالته التحالف مع أعداء الدولة الإسلامية وهنا أقصد كريش في غزوة أحد وعودة عبد الله بسلسي الجيش وتحريض المنافقين ليهود بن النظير على قتال النبي وتشجعهم على ذلك وتراجع المنافقين في غزوة الأحزاب كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطر أولا لم يقاتله من نبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاربه حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم بال حذرهم بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة وتراجع أعداد المنافقين بدرجة ملحوظة جدا بعد وفاة عبد الله بن سلول في العام العاشر من الهكر فأصبح وجودهم ضعيف ثانيا خطر اليهود وأسلبهم للنيل من الدولة الإسلامية واحد تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وتعدوا على أحرمات المسلمين حيث تعدوا على المرأة المسلمة في سوق المدينة وكان هذا السبب سبب غزوة بني ونقاع التي سوف نتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل التحالف مع المشركين ضد الدولة حيث حرد يهود بني النظير مشرك مكة على قتال المسلمين وغزو المدينة ثم نقض يهود بني كوريزة العهود مع النبي وتحالفه مع المشركين في غزوة الأحزاب ننتقل إلى السؤال الآخر محاولة شق الصف الإسلامي عن طريق إقاع الفرقة بين الأوس والخازرق وتذكرهم بما حدث في يوم أبو عاش محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين عن طريق إلقاء صخر عليه ودس السم للنبي في الطعام ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذ نبيه صلى الله عليه وسلم من غدرهم واجهة النبي لليهود قام النبي بطرد يهود بني النظير وبني خينقاع من المدينة وقتل رجال يهود بني كوريزة لغدرهم وقيلتهم وتحالفهم مع المشركين في غزوة الأحزاب وهزمهم في قيبر وانتهى وجودهم نهائيا مع الخليفة الفاروق عمر ابن الخطاب الذي أنهى وجودهم من شبه الجزيرة العربية كلها ما هي أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني كوري نقاع سببها تعدي اليهود على المرأة المسلمة في سوق المدينة وقيام أحد المسلمين بقتل اليهودي وتجمع اليهود وقتل الرجل المسلم فأعد النبي غزوة وقادها حمزة بن عبد المطالب وحاصرهم خمسة عشر يوما فطالبوا التسلي نتائجها هزمت اليهود وأسر سبامي تلخل عبد الله بن سلول ليشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقابل النبي شفاعته صلى الله عليه وسلم وأجله وقادهم عن المدينة وطردهم إلى بلاد الشام وبذلك تخلص النبي من غدره فتح بكة وسميت بغزوة الفتح أسبابها نقد قريش صلح الحديبية حيث تعدت قبيلة بكر الموالية لقريش على قبيلة خزاعة الموالية للرسول وقتل الكثير منهم أحداثها أرسلت قريش أبي سفيان بن حرب إلى الرسول ليصلح ما أفسدته بكر ويعتزل للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي رفض هذا الاعتزار نتائجها دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بدون كتال وطاف بالبيت وحطم الأصنام وعفى عن أهل مكة قال لهم اذهبوا فأنتم التلقاء ومن هنا نأخذ العفو عند المقدرة أختار الخارجية تتمثل في الروم حيث وقف الروم وحلفائهم موقف عدائي من المسلمين في المدينة وتحدثنا عن خطر خارجي بردك اللي هي كريش وفتح مكة وكيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم الخطر التالي بقى الروم حيث وقفوا بوقف عدائي ضد المسلمين حيث قام شرح بيل ابن عمر الغساني بقتل مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم الحارس بن عمير وكان قتل الصفراء يعتبر إعلان حرب قيام الحارس بن أبي شمر حاكم دمشق بإعلان حرب على المدينة لاعتداء على المعطنقين للإسلام من أهل الشام ثم نتيجة هذه المواقف لابد من تحقيق الأيجي أولا أراد النبي فرض هيبة الدولة لمعنى تكرار هذا هذه الحالات العدوان تأمين التجارة بين الشام والمدينة وتأمين الدعاء غزوة مؤتة تمانية إجرية أسبابها قلنا قيام شرح بيل بن عمر الغساني حاكم بصري بقتل مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم الحارس بن عوي وكان قتل الصفراء يعتبر إعلان حرب أتى إجهة تعد أول محاولة كبرى وقعت بين المسلمين والرومان وحلفائهم من العرب طبعا الحاجة التانية المسلمين تعرفوا على حقيقة الرومان وأساليبهم الكتالية كانت مقدمة لفتح بلد الشام وتحريرها من الرومان في عصر الحلفاء الرشدين ضعف هيبة الرومان عند المسلمين والعرب ورفعت من معنويات المسلمين وهذا ما حدث في غزوة تابوك أتحدث بي طريقة سريعة كده عن هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم عين على الجيش زيد بن حارسة قال إن استشهد فعينه غفر وإن استشهد فعينه عبد الله بن أبي رواح وبالفعل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الحوى صلى الله عليه وسلم حدث بالفعل باستشهد الثلاثة قادة بالترتيب فوقف المسلمون أمام أمرين يا إما يرسلوا إلى النبي استشيرونه في من يتولى القيادة أو ملاقات الروم أو تعيين قائد آخر فاستقر الرأيش على تعيين خالد بن الوليد وخالد بن الوليد عاد بالجيش سالما إلى المدينة ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول القاطع القاطع السيف القاطع الشديد البأس وهنا تظهر أهمية وضع الخطط البديلة يعني سيدنا خالد بن الوليد يعني اتقر اخترع يعني خلى المقدمة مؤخرة والميمانة ميسرة والميساء كده بذلك بهذه التجددات والابتقارات التي قام بها خالد بن الوليد عاد بالجيش سالما وإلى اللقاء في لقاء قادب إن شاء الله مع استكمال مدة التاريخ الإسلامي الشيق شكرا لكم مع خالص دعاء بالنجاح والتوفيق السيد سعيد البنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته